موسيقى موسيقى التاسع مساء بتوقيت القاهرة موعد ونشرة إخبارية جديدة من القاهرة الإخبارية وبداية هذه النشرة مع خيري شكرا داما أهلا بكم مشاهدين الكرام أنتم من هنا أمام شاشة القاهرة الإخبارية أهلا بكم وإليكم أبرز العنوين موسيقى رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان موسيقى الولايات المتحدة تؤكد أنها تجري تقييما عن مدى تحسن الوضع الإنساني في غزة موسيقى 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 الآن إلى تطورات الأوضاع في لبنان موسيقى موسيقى الموسيقى اشتركوا في القناة هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الأركان هيرتسي هاليبي صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه إذا تم توقيع اتفاق بشأن لبنان فإن الجيش سيعيد ملاءمة وضعه مع مقتضى الاتفاق يأتي ذلك بينما كشفت وسائل علام إسرائيلية عن أن تل أبيب تدرس وقف إطلاق النار في لبنان لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها الوصول للتهديئة عبر المزيد من التصعيد نهج إسرائيلي يبدو أنه لم يتغير لتحقق به حكومة بن يمين نيتنياهو اليمينية المتطرفة أهدافها فجاءت ترجمته هذه المرة من خلال تكثيف الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان وتحديدا مواقع حزب الله اللبناني أحدث أهداف حكومة نيتنياهو تمثل في كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تدرس وقف إطلاق النار في لبنان تجنبا لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي ضدها لما ترتكبه من انتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أنه تتم دراسة إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية ونقلت أيضا عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار تقديرات إسرائيلية أخرى عززت نفس الرؤية مشيرة إلى أن أكثر من تسعين بالمائة من العمليات البرية للجيش في لبنان قد انتهت ما أحدى بجيش الاحتلال لتأكيد الإعلان عنها بعد التوصل لاتفاق سياسية التصعيد الإسرائيلي الحالي قابله تصعيد من قبل حزب الله لتدور الأحداث بذلك في حلقة مفرغة لا تلوح في الأفق نهاية لها حتى الآن سوى في تلك الرؤى المبنية حول مزاعم الاحتلال بدراسة وقف إطلاق النار في الأثناء زعم وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن إسرائيل هزمت حزب الله في لبنان أضاف كاتس أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان ما وصفه بالإنجاز الأكبر على حد تعبيره قال إنه على إسرائيل الآن مواصلة الضغط وضمان تغيير الوضع الأمني في لبنان على حد تعبيره ولمزيد من المتابعة والتفاصيل نتحول للزمير رعد عبد المجيد في هذه الوقفة التحليلية إليك رعد شكرا داما شكرا خير تنضم إلينا من القدس المحتلة الزميلة دانا أبو الشمسية مراسلت القارة الإخبارية دانا أهلا بك إذن نستمع اليوم لتصريحات جديدة متضاربة كما يراها بعض المراقبين عندما يقول كاتس أنه قد هزم حزب الله أو أن حزب الله قد هزم بعد اغتيال حسن نصر الله وتصريحات هاليفي رئيس الأركان بتوسيع العمليات العسكرية في جنوب لبنان كيف هي الصورة لديك وفق الشارع السياسي الإسرائيلي دانا دانا أبو الشمسية نعم أسمعك نعم لم نكن أسمعك في البداية لو أعطي إجابتك في البداية لو سمحتك كنت أتحدث أنه بالفعل هناك العديد من التطورات الميدانية العسكرية والتطورات السياسية وحتى كثير من التصريحات سواء من كبار السياسة الإسرائيليين فيما يتعلق في التطورات السياسية أو كبار السياسة الأمنيين العسكريين وتتمثل هذه التصريحات سواء إسرائيل كاتس وزير الدفاع الأمن أو حتى تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي هذه التصريحات ليست فقط تناقض بعضها البعض ولكن ذات التصريحات تناقض ذات المستوى الذي تنطلق منه التصريحات وأقصد في ذلك القول آخر التصريحات من رئيس الأركان الإسرائيلي هلسي هاريفي كان الجيش الإسرائيلي قد طلب من الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى تسوية أو تهدئة في قطاع غزة لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد له أي مهمات يقوم فيها عسكريا في التوسع والتوغل البري سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة بل قال بأن هناك عمليات محصورة محدودة الأهداف يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الذي طلب يعني عندما عفوا عفوا دانا يعني رئيس الأركان يطالب بتوسيع العمليات والآن تقولين أن الجيش يطالب بإنهاء العمليات أو تخفيضها من الذي طلب غير رئيس الأركان يعني هنالك تضارب داخل العملية داخل البنية العسكرية بحد ذاتها هذا ما أقصد وحتى رئيس الأركان في كل لقاءاته مع قائد القيادة الداخلية الإسرائيلية أو قائد الجبهة الشمالية أو حتى الجنوبية والتي يعلن عنها لاحقا يقول بأن هناك إنجازات عسكرية كثيرة وبأنه يمكن التوصل إلى حل سياسي وبأن أداء جيش الاحتلال الإسرائيلي سيكون منوط في التقدم السياسي في التسوية في جنوب لبنان أو في الهدنة وصفقة تبادل في قطاع غزة لذلك هذه التصريحات التي كانت على لسان هليفي اليوم بأنه صادق على توسيع العملية العسكرية أي أنه يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نقاق ونقاط وجوده في داخل العمق اللبناني ولكن أضاف بأنه في حال تم التوصل إلى تسوية أو اتفاق ما بين إسرائيل ولبنان فأن الجيش الإسرائيلي سيعيد تموضع ذاته والعودة عن هذه الخطط التي كان قد صادق عليها رئيس الأركان لتتناسب مع قرارات المستوى السياسي وهذا يؤكد ما أقوله بأنه ليس لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي أي مهام أي فائدة من وجوده سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة وإلا كان قد رفض هذا الطرح السياسي من قبل المستوى السياسي بأنه يمكن الوصول إلى تسوية سياسية وخاصة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة إذا ما كان لديه أي معلومات استخباراتية أو أن هناك مهام عسكرية يقدم هذه الخطط إلى المستوى السياسي للمصادقة عليها ولكن الآن انقلبت هذه الآية والمستوى العسكري يقول بأنه إذا قرر المستوى السياسي التوصل إلى هدنة وتسوية فإن الجيش سيعيد تموضعه وسينسحب من هذه النقاط ولربما هذا يؤكد عما دفع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي في أسابيع ماضية بأنه يمكن أن الجيش يكون بحاجة إلى أسبوعين فقط لإتمام عملياته العسكرية محصورة محدودة الأهداف هذا على مستوى هذه التصريحات الصادرة من رئيس الأركان الإسرائيلي ولربما إسرائيل كاتس الذي يتغنى في هذه الإنجازات العسكرية يقول بأن القضاء على الصف الأول من قادة حزب الله أو اغتيال الأمين العام هذا جزء من الانتصار الذي يحقق الجانب الإسرائيلي ويجب المضيق قدما في مثل هكذا انتصارات ولكن اللافت في كل هذه التصريحات ما يقال في وسائل الإعلان الإسرائيلية عن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمارك إلى واشنطن وقبلها كان توجه إلى روسيا ولماذا روسيا في التحديد؟ لأن إسرائيل تريد ضمانات من روسيا تحصل عليها من الجانب الروسي بأن سوريا لن تسمح في إمدادات عسكرية أو وصول الأسلحة إلى لبنان عن طريق أراضيها وبأن روسيا تستطيع الضغط على الجانب السوري لعدم تمرير هذه الأسلحة وبهذا يضمن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية أو إمداداته في الأسلحة والذخائر ولربما يقول وتقول هيئة البث الرسمية بأن روسيا لن يكون لها دور في أي أعمال في داخل لبنان أي أنها لا تريد أي تدخل من قبل روسيا في لبنان ولكن دور روسيا فقط يقتصر على عدم السماح بدخول الأسلحة من إيران إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان كما تزعم هيئة البث الرسمية وكذلك الحال ديرمر يتوجه إلى واشنطن لوضع النقاط واللمسات النهائية الأخيرة على هذه الصفقة التي تفضي إلى تسوية والتي تفضي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب الليطاني المناطق التي يتواجد فيها عناصر لحزب الله والأهم من هذا كله لماذا هناك تراجع بعض الشيء في الموقف الإسرائيلي أولا بسبب التطورات الميدانية على أرض الواقع واستمرار سقوط القتلى والجرحة في صفوفه ثانيا وهو الأهم بأن نتنياهو لا يريد أن يرد في سجال وتوتر علاقات في نهاية إدارة بايدن والتخوف من مجلس الأمن أن يفرض على إسرائيل قرار بوقت إطلاق النار أو لا تستخدم الإدارة الأمريكية حق النقد الفيتو نعم دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل الدقيقة للموقف الإسرائيلي شكرا لك عودة مرة أخرى لزملاء خيري حسن ودامة الكرد لسكما لباقي ملافات النشرة إليكم شكرا راب شكرا أفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 53 شخصا وإصابة 99 آخرين جرأ غارات إسرائيلية على عدد من المناطق اللبنانية خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وأضافت الصحة اللبنانية أن أعداد الضحايا ارتفع إلى 3186 شهيدا و 14078 جريحا منذ بدء العدوان في أكتوبر من العام الماضي أعلن حزب الله قصف تجمعا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس برشقة صاروخية وأكد حزب الله استهداف منزل يتحصن فيه جنود الاحتلال قرب الجدار الحدودي في بلدة كافريكلا بما أصفر عن وقوع أفراد بين قتلى وجرحة كان حزب الله قد أعلن في وقت سابق استهدافه للمرة الأولى موقع أفتال للإستطلاع الفني لجيش الاحتلال في الجولان المحتل واستهداف تجمع لقوات الاحتلال بصوريخ نوعية بالقرب من مستوطنة المنارة شمال إسرائيل كذلك استهدافه قاعدة شراء شمال مدينة عكا المحتلة برشقات صاروخية يبدو أن تطور العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال قد فرضت واقعا جديدا على الصراع الحالي بين الجانبين بعد فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة هو بالرغم من الدمار الكبير الذي ألحقته الغارات الإسرائيلية بجنوب لبنان إلا أن صواريخ حزب الله طالت أماكن متفرقة في الداخل الإسرائيلي يبدو أن زمن سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية وإجبار الطرف الآخر على الخضوع تحت وطأة العمليات العسكرية قد ولى ولو إلى حين جيش الاحتلال بدأ سلسلة عنيفة من القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان بينما كان القسم الأكبر من نصيب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والتي أسفرت عن اغتيال عدد من قيادات الصف الأول والثاني لحزب الله كان على رأسهم أمينه العام حسن نصر الله الذي مثل اغتياله ضربة موجعة للحزب لكن حزب الله أبدأ قدرات جديدة لم يظهرها من قبل في العلن فوصلت صواريخه لوجهات لم تكن مطروحة مسبقاً وتجاوزت المستوطنات الشمالية لتصل إلى حيفا وعسقلان ومطار بنجوريون وكذلك مقر إقامة رئيس حكومة الحرب بن يمين نتنياهو في قيسارية وفي مقابل عمليات النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق جنوب وشرق لبنان باتجاه الشمال بسبب القصف المتواصل لجيش الاحتلال تواصلت عمليات نزوح من عدد كبير من المستوطنات الشمالية بسبب الرشقات الصاروخية للحزب والتي أسفرت عن قتل وإصابات بين الإسرائيليين وبالنظر إلى العملية البرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي فلم تشهد مناطق جنوب لبنان مظاهر منه سوى تواغلات لمسافة ووقت قصيرين تتخللها لقطات يتم نشرها لدعم سورة السيطرة على تلك المناطق لكن قوات الاحتلال لا تلبث وتتحرك من تلك المناطق ووسط كل هذا لم يتوقف حزب الله عن رشقاته الصاروخية ووصلت حصيلة قتل الاحتلال إلى نحو مائة من الجنود والضباط والمصابين إلى نحو سبعمائة وخمسين آخرين إذن فحتى الآن فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه في لبنان والتي حددها بإجبار حزب الله على التراجع إلى موراء شمال نهر الليطاني وفرض واقع أمني جديد يمكنه من عودة سكان مستوطنات الشمال ما يشي في رأي مراقبين بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار لن يكون بشروط إسرائيل وحدها كما كان يحدث سابقا قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يجب أن تكون الدولة هي صاحبة القرار الأول والأخير بكل الأمور وعرب ميقاتي عن أمله في اكتياز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية وهمها القرار الأممي 1701 فضلا عن تعزيز تواجد الجيش جنوب البلاد أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو للمرة الأولى بعطاه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم التفجير المتزامن لأجهزة اتصالات بيجر التي يستخدمها عناصر حزب الله شهر سبتمبر الماضي وأوضح المتحدث باسم نتنياهو عمير دوستري أن قرار أو إقرار نتنياهو جاء خلال حديثه أمام اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بعد مرور نحو خمسين يوما على العملية دون إعلان أي جهة عن تبنيها ونتحول مع حضراتكم إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على قطع غزة قطع غزة في حضراتكم السرية الله أكبر نحن بطل في أمل في إسلام ذكر موقع أكسيوس أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيلتقي في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أضف موقع أكسيوس أن ديرمرونس يبحث مع بلينكن ووسيلوهان الأوضاع في لبنان وقطع غزة وتحسين الوضع الإنساني في الخطاع أكد سوليفان أن الولايات المتحدة تجري تقييما عن مدى التقدم الذي أحرزته إسرائيل بخصوص رسالة بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن لتحسين الوضع الإنساني في غزة وهذه نافذة تحليلية جديدة مع الزميل رعد عبد المجيد إليك رعد شكرا داما شكرا خير للمزيد من التفصيل ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخباري أهلا بك رامي إذن زيارة وزير الشؤون الإسرائيلية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقاء مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكذلك وزير خارجية بلندن يأتي في وقت أنت تعلم وجميع المتابعين يعلمون البطل عرجاء هذا هو التوصيف لهذه الحكومة ما الذي يمكن أن تفضي هذه الزيارة بعد قرب نهاية المهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بما يخص تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة مرحبا رعد أعتقد يعني كما يعتقد عدد كثير من المراقبين في الولايات المتحدة الآن أن عدم التعويل على هذه الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته قد يكون أمرا غير دقيق كثيرا لماذا؟ لأن الآن الإدارة تحررت من القيود الانتخابية في الحقيقة يعني قبل الانتخابات وخاصة الموضوع الإسرائيلي كان هناك مخاوف كثيرة من الإدارة الأمريكية من اتخاذ أي إجراءات قوية أو حاسمة تجاه إسرائيل مما قد يؤثر على وضع المرشحة الديمقراطية في الانتخابات كما لهارس ولكن الآن تحرر الجميع من قيود الانتخابات وخاصة تلك الإدارة الموجودة حاليا بايدن ليس لديه ما يخسره الإدارة معظمهم بعد شهرين تقريبا من الآن لن يكونوا في مكاتبهم لن يكونوا في مقر عملهم فما الذي سيخسرونه؟ بالعكس الآن الإدارة لديها فرصة أن تقوم بشيء لم تستطع القيام به على مدار عام مضى والتحرر من كل القيود الدبلوماسية وكل القيود الانتخابية الداخلية واتخاذ أمر أو اتخاذ قرار قد يكون بالفعل في مصلحة الولايات المتحدة وفي مصلحة إحلال السلام في الشرق الأوسط أعتقد أن هذا احتمال وارد جدا بالنسبة للإدارة الحالية والتي يصفها البعض بالفعل كما وصفتها كانها بطع رجاء أو أنها مجرد أيام وستنتهى هذه الإدارة ولكن هذا قد يكون دافعا بالفعل إلى حل هذه الأزمة وهي بالمناسبة مسألة كما يطلقون عليها هنا أو الجميع يفوز أو الفائز في الناحيتين إذا نظرنا إلى ترامب أو إدارة ترامب التي تستعد لتولي زمام السلطة في العشرين من يناير المقبل فإن من مصلحته أن تنغلق كل هذه الملفات الصعبة قبل أن يأتي إلى السلطة وكذلك إدارة بايدن إذا منظرنا من زاويتها سنجد أنه سيحسب لها أنها استطاعت أن تحل هذه الملفات العويصة قبل أن تترك السلطة وتخرج فبالتالي الإدارتين الحالية والقادمة من مصلحتهما أن تنتهي هذه الأمور والآن وأن هناك بالفعل بعض وسائل الإعلام منها وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية تتحدث عن أن هناك محاولة أو مسعى لإنهاء الأزمة سواء في لبنان أو في غزة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العشرين من يناير المقبل فربما يعني تأتي الرياح بما تشتهي السفن هذه المرة تحررنا من كل القيود الانتخابية والمخاوف من اللوب الإسرائيلي وداعم إسرائيل في الولايات المتحدة هل ظهر أي تقييم وفق وسائل الإعلام الأمريكية إن كان إكسيوس أو غيرها أو من المراقبين لهذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لما قدمته إسرائيل في محاولات تحسين الواقع الإنساني في قطاع غزة وفق الشروط الأمريكية ليس بعد المهلة تنتهي هذا الأسبوع رعد مهلة الخطاب الذي أرسله كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ووزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكي منذ شهر تقريبا إلى إسرائيل بشأن تحسين الوضع الإنساني تنتهي مهلته هذا الأسبوع الذي نبدأه وأعتقد أن التقييم كما قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي سيكون خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع انتهاء المهلة ليس هناك أي تسريبات في الحقيقة عن هذا التقييم وهل هو إيجابي أو سلبي هل إسرائيل نجحت في تحسين الوضع الإنساني أم لا ولكن ما يبدو في الأفق ومنذ أسبوعين عندما كان يتحدث ماثيو ميلر من على منصة وزارة الخارجية الأمريكية المتحدث اسم الخارجية الأمريكية أقصد كان يقول أن إسرائيل لم تقم بأي شيء يذكر بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة وأن ما فعلته ليس كافيا بالمرة وأن الوضع يزداد سوءا أعتقد أن التقييم لن يختلف قليلا لكن ما ننتظره بالفعل ليس التقييم في الحقيقة ما هو التالي للتقييم لكن ما الذي ستفعله الولايات المتحدة بناء على هذا التقييم نعم رامي قبل مراسل القارة الإخبارية من واشنطن شكرا جزيلا لك لوضعنا في آخر تفاصيل الصورة وما تراه الإدارة الأمريكية لما تقوم به إسرائيل من تحسين وضع إنساني في غزة شكرا لك عودة مرة أخرى لزملاء خيري حسن وداما الكردي لإستكمال الباقي ملافات المشرع إلىكم شكرا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 51 شخصا ويصابت 164 أخرين في ثلاث مجازر التكابة الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفي بيان لها أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43603 شهداء ومائة واثنين ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرين مصابا منذ سبع من أكتوبر من العام الماضي مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم أكد جيش الاحتلال إصابة ضابطين بجروح خطيرة في معارك بقطع غزة وأوضح جيش الاحتلال أن الضابطين من وحدة المدرعات وأن الإصابات وقعت في معارك عنيفة بجنوب قطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن مكتبه يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة يهدف إلى توجيه ضربة للقيادة السياسية في إسرائيل وذلك في تعقيبه حول فضيحة التسريبات ومتهم فيها مكتبه بشكل رئيسي وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عن رفضه تحويل أفراد من مكتبه للتحقيق والاعتقال مؤكدا على حدوث وقاع مشابهة من قبل تلقت خلالها حركة حماس وحزب الله نصوصا من وثائق سرية يتم تسريبها من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق بشأنها حتى الآن دعا مكتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الإسرائيليين في الخارج إلى تجنب حضور مناسبات ثقافية ورياضية خلال الفترة القادمة وذلك عقب الاشتباكات التي وقعت فجر الجمعة الماضية بين مشجعي فريق مكابي الإسرائيلي وآخرين في العاصمة الهولندية أمستردام قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل لديها معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مجموعات في أوروبا تعتزم مهاجمة الإسرائيليين المتواجدين في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك توافق بين مصر ورئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهود للأزمة لوقف إطلاق النار في خطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وأضاف الرئيس المصري أنه لا حل لإنهاء الأزمات في المنطقة دون حل الدولتين كان فيه توافق كبير قوي على أن مهم قوي أن خلال المرحلة التي نحن موجودين فيها نبز كل الجهود من أجل إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان وأيضا إدخال المساعدات وده جهد إحنا كنا حرصين عليه في مصر على مدار العام عام كامل الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت ومصرين على أن إحنا نستمر فيه حتى نخفف ما أمكن من حجم القتل وحجم الجوعة اللي موجود في قطاع غزة وأيضا تحسبا من أن الأمر ده يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مخاطر أوسع من كده أخطر من غزة ولبنان وده أمر أيضا توفقنا عليه وإن لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات وهذه المشاكل في منطقتنا إلا بحل الدولتين إقامة دولة فلسطينية جما إلى جنب معها الدولة الإسرائيلية من جانبه أشاد رئيس وزراء ماليزي أنور إبراهيم بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة كما شن ثمن الدور المصري في محاولة حل الأزمة وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل استمرار الحصار من الجانب الإسرائيلي والآن كذلك أود أن أشكركم سيادة الرئيس شخصيا أولي الدعم المصري في المساعي لتسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا لم يكن أمرا سهلا نتيجة للحضر من جانب إسرائيل ولكن سيادتكم تدخلت بشكل شخصي في عدة مناسبات لكي تكفل التدفق السلس للمساعدات بما في ذلك السماح للطائرات العسكرية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني كذلك تضحية سيادتكم وتضحية الشعب المصري دعما للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في غزة الآن أفادت هكالة الأنباء السورية بمقتل سابعة مواطنين وإصابة عشرين آخرين في الغارة الجوية للجيش الاحتلال واستهدفت مبنى سكني بمنطقة السيدة زينب بريف العاصمة دمشق ذكرت مصادر طبية سورية أن الغارة الجوية للاحتلال استهدفت شقة سكنية بأحدى البنايات السكنية وأن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء نشرة التاسعة من القاهرة الإخبارية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل عشرات الألاف من مئثي دولة يجتمعون غدا في باكو لبحث مستقبل كوكب الأرض أهلا بكم من جديد تشهد العاصمة السعودية الرياض غدا القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وذلك بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية تهدف القمة الرياض إلى بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وموصلة جهود وقف إطلاق النهار يشار إلى أن وزراء خاريات الدول العربية والإسلامية كانوا قد عقدوا اجتماعا وزاريا تحضيريا لمناقشة الملفات المطروحة على قمة الغد وللقاء ضوء على هذه القمة وتفاصيلها بشكل أكبر هذه نافذة تحليلية جديدة مع الزميل رعد عبد المجيد شكرا داما شكرا خير ينضم إلينا من الرياض أحمد بصيلة موفد القاهرة الإخبارية أحمد أهلا بك إذن هذه القمة هي الأحدث هي الأبرز ربما من القمة التي عقدت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سبقتها طبعا أيضا قمة القاهرة التي عقدت بعد عشرين يوما من بداية هذا العدوان هذه القمة التي نشهدها الآن هي لمتابعة ماذا يمكن أو ماذا تم تنفيذه من توصيات القمة التي عقدت قبلها ما الجديد لديك من ملفات خصوصا وأن اليوم هناك اجتماع تحضيري لهذه القمة من قبل الوزراء الدول المشاركة نعم رعد بالفعل كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المشاركة في هذه القمة وذلك للتحضير وإعداد جدول الأعمال والمقترحات والقرارات التي ستعقد على أو ستعرض على الزعماء غدا في قمتهم التي تعقد ظهر الاثنين هنا في العاصمة الرياض هناك العديد من اللقاءات الثنائية أيضا التي عقدت على هامش هذا الاجتماع الوزري لوزراء الخارجية وكانت هناك العديد من الأفكار التي طرحت خلال هذه الاجتماعات وكان أيضا هناك البحث عن سبل تفعيل ما صدر عن قمة الرياض الأولى أو القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض منذ عام وفي نفس اليوم الذي ستعقد فيه قمة الغد وهو الحادي عشر من نوفمبر من العام الماضي ومتابعة ما تم من قرارات وما تم من أيضا إجراءات وتفعيل هذه القرارات التي سعت القمة من أجل أن تكون على أرض الواقع فرغم أن هذه القمة التي عقدت العام الماضي جاءت لتبحث الأوضاع في غزة إلا أن هذه القمة التي تعقد في الغد أضيف إليها ملف لبنان وأيضا متابعة ما تم من إجراءات من خلال اللجنة الوزرية التي تم تشكيلها في القمة السابقة وهي لجنة وزرية من عدد من وزراء الخارجية على رأسهم وزير الخارجية السعودي والمصري والقطري والفلسطيني والتركي والإندونيسي وأيضا هذه اللجنة الوزرية قامت بالعديد من الجولات المكوكية في عدد من عواصم العالم وسعت لعرض الأفكار التي طرحت وأيضا القرارات التي صدرت عن هذه القمة أيضا كان هناك لهذه اللجنة الوزرية متابعة مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والسعي إلى استصدار قرارات من مجلس الأمن إلا أن هذه المحاولات استضمت بالرفض الأمريكي ولكن هذه اللجنة الوزرية وهذه القمة تتحدث عن نجاحات في بعض الملفات منها اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية وأيضا ما حدث من قرارات من الأمم المتحدة وليس من مجلس الأمن بالإضافة إلى الدعم الذي يقدم للمحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية في قمة الغد كما تم التأكيد هنا في الرياض هناك محاولات حثيثة لوقف هذا التدهور الذي وصلت إليه المنطقة والسعي لعدم اتساع هذه الأوضاع التي أدت إلى وجود هذا الكم الكبير من الضحايا إن كان في غزة أو في لبنان حتى هذه اللحظة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية بالإضافة إلى ما يستخدمه لاحتلال من سلاح التجويع وأيضا العمل على تقويد ووقف التعامل مع الأونروا وهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي لها دور كبير ولها دور مساعد لأهالي غزة إن كان في الغذاء أو في التعليم أو في أيضا تقديم الخدمات الطبية كل هذه المحاولات التي تقوم بها إسرائيل تسعى هذه القمة لإجهاد ما يسعى إليه الكيان الإسرائيلي خاصة وهناك أيضا العديد من الأفكار التي تطرح من أجل التعامل خلال المرحلة القادمة خاصة في ظل وجود إدارة أمريكية ستتسلم الحكم في البيت الأبيض خلال الأشهر القادمة نعم أحمد بوصيلة موفد القهرة الإخبارية كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة لما سيجري في القمة الطريقة يوم غد إن شاء الله شكرا جزيلا لك أحمد عودة مرة أخرى إلى زميلية خيري حسن ودام الكردي باستكمال باقي ملفات شكرا إليكم شكرا بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان في دان مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وعلى هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض اتفق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية كما ناقش الأزمات التي تمر بها المنطقة بما في ذلك السودان وليبيا والسوريا والبحر الأحمر والقرن الإفريقي أيضا أكد وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة أنورواء من الاطلاع بدورها بالإضافة لأهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسية جانويل بارو شدد عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهديئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لإنهاي أزمة الشعور الإنسرائيسي في لبنان وضرورة انتخاب رئيس للبنان يتوافق مع لبنان دون أملاءات خارجية ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني مستنكرا في هذا السياق استهداف الجيش الإسرائي لقوات اليونيفيل الذي يعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي يكتمع عشرات الألاف من أنحاء العالم غدا الأثنين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29 في باكو عاصمة أثربيجان ويستمر المؤتمر حتى 22 من نوفمبر القاري ويبحث التحديات والتهديدات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي ويتضمن المؤتمر جلسات متعددة ومشاركة واسعة من المنظمات الدولية والأممية والمجتمع المدني لتأكيد التزام الحكومات بمواجهة تغير المناخ وضمان نتائج مرضية من المؤتمر في السياق المتصل دعا بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العمل بالصدق من أجل إحراز تقدم في حماية الكوكب خلال قمة المناخ في باكو وقال البابا أمام حشد في ساحة القديس بطرس إن المجتمعين في مؤتمر المناخ عليهم أن يساهموا في حماية البيئة والطبيعة من الممارسات البشرية التي تؤثر على كوكب الأرض وتزيد من الانبعاثات الدرة قاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث مراسمة إحياء ذكرى الضحايا البريطانيين في الحرب العالمية الأولى والثانية وذلك في النصب التذكاري بالعاصمة لندن شارك في المراسم رئيس وزراء بريطانيا كيرستارمر إلى جانب رؤساء الحكومة السابقين وظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون من شرفة في ثاني ظهور منذ عودتها للحياة العامة عقب رحلة علاج من مرض السرطان بالتزامن مع رحلة علاج مماثلة للملك تشارلز الثالث ومن أخبار الاقتصاد نتابع التضخم الأساسي في مصر يتراجع من 25% في سبتمبر إلى 24.4% في أكتوبر على أساس سنوي ترجمة نانسي قنقر أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر من 25% في سبتمبر إلى 24.4% في أكتوبر على أساس سنوي وسجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رفايل ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة و2% من إنتاج الغاز الطبيعي نقلت صحيفة وولد سريت جورنال عن خبراء اقتصاديين عن ترامب سيرث اقتصادا مستقرا ومليئا بالفرص وأشاروا إلى أنه ومع التحول لخفض الفائدة فقد تمت إزالة إحدى الرياح المعاكسة أوضح الخبراء للصحيفة الأمريكية أن احتمالات الركود انخفضت وبفضل خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة جزئيا في ظل اقتصاد قوي ستكون الرياح مواتية للعام الأول من اقتصاد الرئيس المقبل صعدت بيتكوين لتصل إلى 80 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في أسبوع وصل خلاله إلى عدة مستويات مرتفعة جديدة منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وأعرب ترامب مرارا عن دعمه للأصول المشفرة ووعد بجعل الولايات المتحدة القوة العظمى للبيتكوين والعملات المشفرة في العالم رفعت البرازيل خطط خفض انبعاثات الغازات الدفئة إلى 67% بحلول عام 2035 وفقا للهدف الجديد سيسمح للبرازيل بإنتاج انبعاثات تصل إلى نحو 850 مليون إلى مليار طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025 ومقارنة بـ 2.4 مليار طن في عام 2005 أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن شركة أشباه المواصلات العملاقة تي أس أم سي ستتوقف عن توريد الرقائق المصنوعة بتقنية 7 نانو متر أو أصغر للعملاء في الصين بدءا من 11 نوفمبر الجاري ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرارها في الامتثال لقيود التصدير الأمريكية وستتوقف شركة الرقائق التايوانية العملاقة بشحناتها إلى الشركات الصينية بعد وصول بعض رقائقها الأكثر تقدما إلى شركة هواوي وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة من القاهرة الإخبارية ولم يتبقى فيها إلا التذكرة بأهم العنوين رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على توسيع العملية البرية في جنوب لبنان الولايات المتحدة تؤكد أنها تجري تقييما عن مدى تحسن الوضع الإنساني في غزة 27 جريحا قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق إذن وصلنا إلى نهاية هذه النشرة ولكن تغطية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية على مدار 24 ساعة شكرا لمتابعة حضرتكم شكرا خيري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة